استعرض الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عام 2023 والذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جابرة وصلت التقرير الضوء على جهود المجلس وأنشطته وأبرز القضايا التي عمل عليها خلال عام 2023 وكذا الأداء الصحفية والإعلامي بالإضافة إلى متابعة التزام وسائل الإعلام بالمعايير والقواعد والأصول والأعراف المهنية ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير كما تطرق التقرير إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تدعيم العلاقات الدولية وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع سفراء ومسؤولي الدول والمؤسسات الأجنبية كما تضمن التقرير أيضا دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وضبط المشهد الإعلامي الرياضي ترجمة نانسي قنقر